أكد وزير البترول طارق الملة أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول تضمنت منذ انطلاقها عام 2016 تطوير الشركات القائمة وزيادة قدراتها الانتاجية وإضافة طاقات وكينات جديدة تدعم خطط التنمية كذلك خلال تفقد وزير البترول لمشروعات البترول كيمويات الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة العالمين الجديدة وتتمثل في انطلاق المرحلة الأولى لمشروعات السيليكون المعدني والصداش ومشتقاتها وغيرها من المشروعات المخططة